بسم الله الرحمن الرحيم طلاب وطالبات الصف الثالث متوسط السلام عليكم وأهلا بكم في هذا الدرس طبعا درس لهذا اليوم صفحة 22 بالإضافة إلى صفحة 23 عندي خمس تمارين إن شاء الله راح أحلين وفصل لك يا أنا وأنوهلك على أهم التمارين اللي موجودة نروح أنا إياك على اللسن ون اللي موجودة بصفحة 22 الدرس الأول لليونتو للوحدة الثانية تحت عنوان A Perfect Holiday اللي معناها عطلة مثالية هنا هذا التمارين عزيز الطالب يقول لك listen أصغي إلى ريمة Talk about تتحدث عن Her Perfect Holiday عن عطلتها المثالية تكضع لي صح The Activities الأنشطة أو الفعاليات She enjoys هي تحبها She likes هي ترغب بها أو تستمتع بها هذا عزيز الطالب التمارين C يعتمد علي من يعتمد له على التمارين الأول لذلك أنا ش راح أسوي راح أقرأ لك التمارين الأول أحله وبعديا شنشوف شن اللي ذكرته هي من الفعاليات اللي تحبن نخلي صحبين لو تلاحظ هنا يقول لك listen again أصغي مرة أخرى and choose and choose اختر the correct words الكلمات الصحيحة لو تلاحظ هنا تقول what sort of holiday do I want what معناها ما sort معناها نوع ما نوع holiday العطلة do I want أنا أريدها ما نوع العطلة أنا أريدها بعدها تكمل كلامها ش تقول well حسنا وتكمل I don't أنا لا like أحب enjoy استمتع بيج holidays اللي هي عطل الساحل العطلة اللي تكون على الشاطئ طبعا أنا من سمعتها وقريتها شفت شفت لايك إذن راح أختار لايك زي نستاذ أكو فرق باللايك وإنجوي يأكو الإنجوي يصير أقوى مني من اللايك يعني استاذ شون هايا يا حب أما إنجوي يستمتع لحظ يا حبا يفعل هذا الشي يعني شون أكثر فلاحظ عز الطالب هذا الفرق بعد لو تلاحظ استختارينا like هي قالت like beach holidays عطل الساحل نكمل ليش ما تحبين تقول they are boring أو they're boring يعني هن مملات I prefer أنا أفضل to be أنا أكون active نشيطة on my trips في رحلاتي في سفراتي بعد لو تلاحظ I love هي قالت I love أنا أحب walking أو hiking طبعا كل الكلمتين بمعنى يتمشى أو يسير على الأقدام كلها النفس الشي يعني اثنين ماشي اثنين يسير على الأقدام لكن هي الكلمة اللي قالتها قالت hiking لو تلاحظش قالت hiking وأريد منعدك تنتبه لي بعد love والlike والإنجوي دائما يجيني فعل شبيه I N G ركز على هذا الموضوع القواعدي وخلي ببالك نكمل بتقول I love أنا أحب hiking اللي معناها السير أو المشي in the mountains في الجبال on cycling وكذلك ركوب الدراجات ركوب البايسيكلات تلاحظ cycling اللي هو الدراجات الهوائية around حول cities اللي هي المدن بعد تقول I don't enjoy لو like إيش قالت لو تلاحظ قالت enjoy cooking طبعا I don't enjoy I don't enjoy أنا لا أستمتع بي من cooking الطبخ ولاحظ like والإنجوي دائما يجوران فعل شبيه I N G فلاحظ cooking الطبخ on my holiday في عطلتي نكمل عزيز الطالب but لكن I like أنا أحب tasting لو eating أتذوق لو أأكل new food الطعام الجديد طبعا هي قالت tasting شمي tasting يتذوق يتذوق الطعام الجديد and visiting أزور restaurants اللي معناها المطعم I love بعد أنا أحب flying الطيران and I really أنا حقا love أو enjoy شوف love أو enjoy طبعا هي إيش قالت؟ قالت enjoy أستمتع بي من exploring اللي معناها الاستكشاف استكشاف شنو new places الأماكن الجديدة exploring معناها استكشاف new places الأماكن الجديدة وهنانا enjoy بعد I think أنا أعتقد السيتي بريك اللي هي جولة الرحلة العطلة بالمدينة is the perfect holiday العطلة المثالية for me لي هذا عزيز الطالب بالنسبة للتمرين الأول حليت لك يا رح نرجع لها تمرين سي بسرعة لو تلاحظ عزيز الطالب تمرين سي الصورة الأولى رح هاي ذكرتها هاي شنو هاي الفعالية هي hiking the mountains إنه تتمشى أو تسير وين في الجبال إذن هذا ذكرته أما reading القراءة at home أو at flat في شقة هاي ما حجت عليها cycling اللي معناها شنوى ركوب الدراجة around cities ذكرتها وقالت I love it أو I enjoy أنا استمتع بها بعد cooking ذكرتها بس ما قالت أنا استمتع بها بعد testing new food اللي هو طعام الجديد هاي ذكرتها بالإضافة للنقطة السادسة اللي هي exploring new places اللي هي أماكن جديدة أيضا ذكرتها ولو تلاحظ عزيز الطالب قاعد تقرأ وتستكشف هذا بالنسبة إلى تمرين سي وبالنسبة إلى التمرين الأول والتمرين الأول تنتبه لي على الكلمات الرغبة وعدم الرغبة اللي هنا like والإنجوي والlove لازم يجي بعد انفعلش به I N G وهذا موضوع قواعدي مهم نروح آنياك المل للتمرين الثاني التمرين الثاني عزيز الطالب إن التمرين المهمة جدا جدا كلمات مركبة ولاحظوا يا يقول لك which verb which معناها أي verb فعل أي فعل goes with each word يعني يتماشى مع أي كلمة أو مع كل كلمة أو كلمات يعني يا فعل من هذني يتماشى مع هاي الكلمة أو مع ذني الكلمات اربط لي يقول write out اكتب لي the phrases العبارات يعني مو راح نربط الفعل ويذني الكلمات راحش يصير عن the phrase عبارة مما أنه عدد هنا هواي راح يقول phrases جمع اربط للعبارات you can أنت يمكنك use أن تستخدم the same verb the same معناها نفس the same نفس verb نفس الفعل more than once أكثر من مرة يعني على سبيل المثال الفعل go تقدر تقول go fishing تقدر تقول go to the cinema تقدر تقول go shopping فتستخدمه أكثر من مرة واحدة طبعا عزيزي الطالب هذا التمرين مهم جدا جدا ولو تلاحظ شون جاي بالامتحان الوزاري لاحظ عزيزي بهاي الطريقة وين التمرين طبعا يجي بالسؤال الثالث يا أما يجي B يا أما يجي C يعني بس أهم شي يجي بالسؤال الثالث اللي هو vocabulary وهنا جاي شنوة بي اش قايل لك؟ قايل لك match اربط لي the words الكلمات in list A في المجموعة إذن الكلمات في مجموعة with مع list B مع list B ولو تلاحظ اللي جاي هنا من هذا التمرين هي go fishing إذن أنت تربطها شو تسوي لهاها تسوي لها go fishing يعني 2D لذلك أنا بعد ما أوصيك علي يعني هذا التمرين جاي وزاري ويجي من عنده فإنت لازم تحفظه وإن شاء الله أنا راح أبسط لك يا يعني أسهل لك يا ولو تلاحظ do معناها يعمل أو يمارس ويا من هو حالها مع a hobby شنو hobby؟ معناها الهواية يعني يمارس هوايته أو هوايته لاحظ عزي الطالب هاي الكلمة do a hobby بعد راح نيجي للبي لو تلاحظ راح أجعل فعل go go fishing يذهب لاصطياد السمك انت تقعد عزيزي وياي هتش تحفظ do a hobby do a hobby زين استاذ نحفظهن كتابة ورقة وقلم على الغيب آني إذا تحفظهن ورقة وقلم على الغيب عاش تيدك أما إذا تحفظهن هتش بس do a hobby go fishing go shopping go to the siena لاحظ الذهاب الى السنمة فأنت تجي مثلا تقل لها أو تتقل لي لها تقلت يلا go gotlish fishing قلها بعد go قلها shopping بعد go to the siena بعد go camping وإلى آخره وأغلب الكلمات اللي تجي مع go تحتوي على اليمن على ing بالإضافة إلى المكان ليش لن المكان إحنا نروح له فذني لازم حفظه بهاي الطريقة وراويتكم شو نيجي بالامتحان نيجي لل e هسا بعد ما خلصنا ال go راح نيجي لل have have يعني لدي have a picnic لدي نزهة لدي سفرة لاحظ عزيز الطالب have a picnic have a picnic have a picnic أوكي بعد الكلمة الثانية أيضا have لو تلاحظ have a rest لديه راحة لديه عطلة لديه استراحة have a rest لاحظ have a rest أوكي هذا نيجي نوبة تجي اتوا ياه هو اتوا صاحبك يلا اريد كلمتاني الربطان مع هاف الشي يقل لك هو يقل لك a picnic أو a rest بهاي الطريقة بهذا challenge تحفظوهن ويصيرا سهلات بعد راح نيجي لما نيجي لل g ال g لو تلاحظ kick a ball kick a ball معناها يركل كرة kick a ball معناها يركل أو يركل كرة نيجي لل h لو تلاحظ read a story read معناها يقرأ a story وانتبه هاي ال read مو بس يقرأ قصة read a book read a letter read a newspaper read a magazine لاحظ يجي كل يجو ياها عزيز الطالب بس هو اللي موجود عندك هنا read a story هاي كلمة read عزيز الطالب وهاي كلمة story نيجي لل i طبعا أحب أحكي على الشرقان طبعا ها من أشرح التمارين صراحة حاول حفظك يعني مو أشرح أنتش بسرعة بسرعان أقدر أتقطي هنيتش عليك فيما لا خلص التمرين وهاي بس آنش أقول أقول أنت مدام تخليت على الدارس وشفت الدارس أريد من عندك تحفظهن وأريد من عندك تستفاد بالامتحان لذلك آنشوفني أركز على كل كلمة مهمة أركز على كل شيء مهم من جانبك أبوي حتى باشر عقبة تذكرني بالزينة وتقول رحم الله والديك استعال علي وأنا ماريد معتكم غير بساي والله كريم واضح هالفكرة فمن أشوفني أعيد أعيد أو أشوف بعض الدروس نوعا ما طويلة وتختلف عن دروس الأساتذة تحفيظ أحفظك بوقت الدرس وتستفاد نروح علمين نروح للآية الآية لو تلاحظ عزيز الطالب score هاي كلمة مهمة score بمعنى يسجل شي يسجل مثلا appoint نقطة point أكو بعض الرياضات بعض الأحيان يقول يسجل هدف وبعض الرياضات يقول يسجل نقطة فهنا score بمعنى يسجل شي يسجل appoint نقطة ولاحظ score مرة أخرى score a goal يسجل هدفا لاحظ عزيز الطالب كلمة score مهمة تجي لها معنى الثالث اي والله تجي شنو المعنى الثالث score مثلا score tennis اللي هي نتيجة شنوه نتيجة لعبة التنس فتأتي بمعنى نتيجة وأذكرك يا موجودة بكتابك إن شاء الله يوم لهم بالتمارين واحد التمارين بي score وإن شاء الله ذكرك به score معناها شنوه تجي بمعنى يسجل وتجي بمعنى هدي النتيجة سوري وين هدية وهن رحة تاني على العموم فهسا score معناها يسجل وسكور بمعنى آخر شنوه نتيجة نتيجة مباراة هسا هذن مهمات أنت وصاحبك أنت وصديقتك انطيني كلمتين الرطن مع score هي تقليش a point أو تقليش a goal نجي للكي spend spend معناها يقضي وشوف يقضي الوقت يقضي الظهيرة يقضي الصباح يقضي الليل فلو تلاحظ spend يقضي some time بعض الوقت spend معناها يقضي some time بعض الوقت بالإضافة إلى spend شوف spend the afternoon اللي هو يقضي الظهيرة ويقدر يقلك spend the morning يقضي الصباح فلاحظ عز الطالب هاي كلمة spend بعد نجي لمن نجي للأم ولو تلاحظ watch watch يشاهد watch a football match يعني يشاهد مباراة لكرة القدم watch يشاهد match مباراة football لكرة القدم وعندك watch TV يشاهد التلفاز watch TV يشاهد التلفاز بعد الأخيرة win win a game معناها شنو يربح لعبة يربح باللعبة win a game win a game لاحظ تيجي مثلا نسأله أو الطيني كلمة واحدة تيجي معها win win a game لاحظ win a game هذا عزيز الطالب بالنسبة إلى شرح وتفصيل صفحة 22 راح نروح عنياك على صفحة 23 اللي تحتوي على ثلاثة تمارين طبعا راح نبديهن بمن بالتمرين الثالث مثل ما تلاحظ أمامك عزيز الطالب إنه هذا التمرين شنو إلا علاقة بالتمرين الثاني شي يقل لك يقل لك choose اختار five phrases اللي هو خمس شو five معناها خمسة phrases عبارات خمس عبارات from exercise to من التمرين الثاني لاحظ write اكتب لي جمل كاملة for each one لكل واحدة منها على سبيل المثال وقال مثال my family عائلتي has a picnic لديها سفرة every سفرة نزه every Friday كل جمعة ولو تلاحظ عن كتبت لك وهذا الجمل عزيز الطالب مختلفة من كتاب إلى آخر من طالب إلى آخر ليش لأنت تختار خمس عبارات كل واحد بكيفة يختار العبارة اللي يريدها فراح تكون الأجوبة مختلفة عزيز الطالب هنا متروح الغير ملزمة وتشوف كاتب غير جملة عادي ليش أن أنت عندك 15 عبارة تختار من عدن خمسة أنت وتحل أنت بكيفك فخاف وشوف الأجوبة مختلفة عادي لو تلاحظ هنا we go to the السنمة نحن نذهب إلى السنمة كل سنة كل سبت لاحظ عزيز الطالب العبارة اللي اختارتها go to the السنمة كل سبت بعد نجي للي بعد I read a story أنا قرأت قصة لاحظ I read a story بعد سي لو تلاحظ يقولك they always watch TV هم هن دائما يشاهدون أو يشاهدن التلفاز نجي لدي لو تلاحظ he usually هو عادة spent يقضي the afternoon الظاهرة with his friends مع أصدقاء أما بالنسبة للي يقول هبا wanna game هبا رابحة لعبة أو رابحة الجيم وأنا شمسة وقال اختار خمسة وذن خمسة ولو ولتلك يان حتى تعرف ذن الفريزز العبارات أخذتهم من exercise 2 من التمرين الثاني راح نروح عنيها للرابع يقول complete أكمل the table اللي هو جدول with the verbs بالأفعال in the box اللي موجودة بالصندوق طبعا عزيز الطالب أفعال الرغبة وعدم الرغبة قسمت لك ياهن قلت لك بالنسبة للرغبة love أقوى واحد بيهن لذلك منطيه هو ثلاثة صح love بمعنى يعشق أو يحب جنون يعني إذا قلت I love something أحب هذا الشيء خلاص نقطة راسطة بعد اللي يجي أقل منعدها قوة من هي really enjoy اللي هذي حقا يستمتع really enjoy أقوى منه أقوى من like وقبل شويش رحت لك ياهن like و enjoy قلت لك really enjoy اللي انجوي أقوى من like وهسه ترى ذنين نقاط قوة شوف مثلا هذا على ثلاث درجة ثلاثة صح هذا اثنين هذا واحد نجي المن نجي لل dislike اللي هن أفعال عدم الرغبة أول وحدة don't like اللي معناها لا يحب لا يحب والأخيرة هي hate يكره وشوف الhate معادلة المن معادلة للlove لكن معاكستها معادلتها بالقوة شوف لكن معاكستها بمن بالاستخدام love يحب وهيت معناها يكره بعمق هذا بالنسبة للتمرين الرابع عزيزي الطالب نجي المن نجي للتمرين الخامس يقول استخدم لذي الأفعال في التمرين الرابع لكي تكتب رأيك الشخصي على الانشطة الثلاثة اللي بالعطلة طبعا هو منطيك هنا صور وانا راح التزم بهذا الصور مثلا هنا سويمينج سباحة هنا كامبينج التخيم وهنا شوپينج والتسوق راح التزم بين وانت تقدر ما تلتزم واللي عجبك سوي لو تلاحظ مثلا انا راح اختار طبعا كلمات من التمرين الفوق اللي هو الرابع مثلا على سبيل المثال اختار اختار احب السباحة انت اذا متحب السباحة اقول اي احب احب السباحة اذا تكره السباحة مثلا سبب لك امراض اي احب سويم اتب كيف انا جواب ايضا راح بالنسبة لالبي اللي هو الكامبينج احب التخيم على الساحل انا اكتب هذا والتب كيف نجي اللي هو التسوق اللي عجبك كتبة عزيز الطالب هذا بالنسبة الى شرح او تفصيل صفحة 22 23 قد انتهى درسي انتظروني في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته